أقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور مع للمشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة القائد العام لقوة دفاع البحرين في قاعدة الإصخير الجوية هذا اليوم سعادة السيد فليب دون وزير الدولة لشؤون مشتريات الدفاع بالمملكة المتحدة الصديقة وقد رحب جلالة الملك المفدى بالسيد فليب دون شاكرا له حضوره هذا المعرض العالمي واستعرض جلالته معه علاقات الصداقة والتعاون التاريخي الوطيدة التي تربط البلدين الصديقين مشيدا حفظه الله بالبستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات البحرينية البريطانية في شتى الميادين خاصة في مجالات التنسيق العسكري والتعاون الدفاعي وأكد العاهل المفدى الحرص المستمر على تطوير هذه العلاقات العريقة والارتقاء بها إلى أفضل المستويات بما يخدم المصالح المشتركة للمملكتين وشعبيهما الصديقين كما أعرب جلالته عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية والمتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة الصديقة والتي يصادف هذا العام الاحتفال بمئتي عام على إقامتها والتي تشهد على الدوام المزيد من التقدم والنماء على كافة الأصعدة وتميزت هذه العلاقات بالاحترام المتبادل والتنسيق والتعاون المشترك على كافة الأصعدة مبديا جلالته ارتياحه للمسار المتطور الذي تشهده العلاقات البحرينية البريطانية بما يجسد حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بها إلى أفاق أرحب ومستويات أفضل وأكد حفظه الله ورعاه أن العلاقات البحرينية البريطانية تتميز دائما بعراقتها وخصوصيتها في ظل ما يربط البلدين والشعبين الصديقين من علاقات متبيزة وما يجمع بينهما من تفاهم وتنسيق تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية كما أشهد جلالة الملك المفدى بإسهامات الجالية البريطانية في مسيرة التنمية في البحرين منذ أعوام طويلة وأنهم دائما موضع الترحيب من شعب البحرين كما نوه العاهل المفدى بالمشاركة الكبيرة لمختلف الشركات العالمية في معرضي هذا العام والذي يعكس السمعة العالمية الواسعة التي اكتسبها معرض البحرين الدولي للطيران على مستوى معارض الطيران الدولية وبحث جلالة الملك المفدى ومعالي الوزير البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري الوثيق القائم بين البلدين الصديقين من جانبه عبر الوزير البريطاني عن شكره وتقديره لحرص جلالة الملك المفدى الدائم لتعزيز العلاقات بين البلدين وما تلقاه الجالية البريطانية في البحرين من رعاية واهتمام من قبل الجميع مشيدا بالجهود الكبيرة التي بذلتها مملكة البحرين في التنظيم والإعداد لهذا المعرض والنجاح الكبير الذي حقاقه باستقطاب هذا العدد المتزايد من العارضين ما يؤكد المكانة والسمعة الطيبة التي تحظى بها البحرين في الأوساط التجارية والاقتصادية العالمية